لوح الحرس الثوري الإيراني بتدخل العسكري لضرب المعارضين لطهران في المناطق الحدودية من شمال العراق مؤكدا تحذير المسؤولين الحكوميين في بغداد وأربيل قائد القوات البرية في الحرس العميد محمد باكبر ودعا سكان تلك المناطق إلى الابتعاد عن من وصفها بمعاقل الإرهابيين حفاظا على سلامتهم وأوضح أن المقصود بالإرهابيين الجماعات المناهضة للثورة الإيرانية والتابعة للغطرسة العالمية وأجهزة التجسس الأجنبية التي تستخدم أراضي العراق منذ سنوات لزعزعة الأمن والهدوء في المناطق الحدودية الإيرانية ومضايقة سكان تلك المناطق على حد ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية